منذ نحو أكثر من أسبوعين يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً غير مسبوق في الأسواق العراقية بحيث وصل سعر صرف مائة دولار أمريكي إلى أكثر من مائة وخمسين ألف دينار عراقي بزيادة نحو ثلاثة دولارات ما يعادل أربعة آلاف وخمسمائة دينار عن سعر الصرف المعتمد لدى البنك المركزي العراقي فيما يسعى الأخير لضبط سعر صرف الدولار بما يضمن الاستقرار المالي في الأسواق العراقية ويرى مراقبون أن السعر ليعود بسرعة إلى عتبة مائة وسبعة واربعين ألف دينار السائدة على مدى العامين الماضيين وأن السعر سيستقر غالباً عند عتبة مائة وخمسين ألف دينار وما فوق ويضيفون أن هامش الارتفاع الحالي لا يستدعي بالضرورة إجراءات استثنائية لكبحه لكن في حال تواصل الارتفاع بلغ عتبة مائة وخمسة وخمسين ألف دينار لكل مائة دولار فأن الجهات النقدية في العراق ستتدخل حينها لضبط الأسعار والحفاظ على استقرارها وفي المحص لا يمكن القول أن ارتفاع سعر صرف الدولار وتذبذبه ينعكسان مباشرة على أسعار السلع والمواد الأساسية منها والكمالية وسط خشية بين المستهلكين العراقيين من تواصل ارتفاع الأسعار المرتفعة أصلاً وخاصة بالنسبة لذو الدخلين المتوسط والمحدود والفقراء